معايير تنظيم المحتوى هناك عدة معايير ينبغي مراعتها عند تنظيم محتوى المنهج وهذه المعايير هي الاستمرار ينظر إلى التعلم على أنه عملية نمو يتعدل بناء عليها سلوك الفرد المتعلم والنمو يحدث عندما تزيد مهارات الفرد المتعلم وتتسع دائرة معلوماته ومعارفه وكذلك تزداد عمقا ويكتسب اتجاهات وقيم مطلوبة يؤمن بها وهذا يحدث كلما ارتقينا من مرحلة تعلمية إلى مرحلة تعلمية أخرى وعملية الارتقاء بالمعلومات والمهارات والاتجاهات من مرحلة تعلمية إلى مرحلة تعلمية أخرى تالية هي ما يطلق عليها مبدأ الاستمرار والذي ينبغي أن يراعى عند تنظيم محتوى المنهج الدراسي أي أن مبدأ الاستمرار يعني العلاقة الرأسية لمحتوى المنهج التتابع ويتصل هذا المبدأ بالاستمرار لكنه يذهب إلى مدى أبعد منه إذ يعني هذا المبدأ أن ينظم محتوى المنهج في تتابع معين بحيث تتضمن كل مرحلة دراسية معارف أكثر تركيبا وعمقا من المرحلة التي تسبقها وهكذا فإن التعلم في كل مرحلة يعتمد على التعلم الذي حدث في المرحلة السابقة ولكن بتعمق أكبر للموضوعات الدراسية التكامل ويعني ضرورة الربط بين الحقائق والمفاهيم والمبادئ في مجال معين بتلك التي تنتمي إلى مجالات أخرى وتقديمها للطلاف في كل مترابط متكامل لأن التكامل يعطي صورة أشمل للعلم ويوضح كيف تترابط فروعه وتتفاعل داخل هذا الكل كالربط بين الكيميا والفيزياء والأحياء أيضا من معايير تنظيم المحتوى الدراسي التوازن بين الترتيبين المنطقي والنفسي ويقصد به أن يوازن مخطط المناهج الدراسية بين الترتيب المنطقي للمادة الدراسية وأيضا الترتيب السيكولوجي الذي يراعي ميول الطلاب وحاجاتهم فالاقتصار على أحدهما لا يؤدي إلى التعلم المطلوب استخدام أكثر من طريقة للتعلم فالمتعلمون لا يتعلمون بطريقة واحدة لما بينهم من فروق فردية فمنهم من يتعلم بالمناقشة ومنهم من يتعلم بالعمل ومنهم من يتعلم بالملاحظة وغير ذلك لذلك ينبغي أن يكون تنظيم المحتوى مرنا يسمح باستخدام أكثر من طريقة تدريسية ترجمة نانسي قنقر